بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين نرحب بكم اليوم والجزء الثاني من موضوع Solution of Quadratic Equation in C وتحدثنا عن مجموعة من الأمثلة الخاصة بحل المعادلات التربيعية والمعادلات التي تقول إلى معادلات من الدرجة الثانية وكان سؤال الامتحان هذا اللي موجود أمامكم والريد نستعرض وياكم حل هذا السؤال ووصلتني إجابات عديدة لهذا السؤال ولكن أكو أخطاء تستحق أن نسلط الضوء عليها من أجل عدم تكرارها في الامتحانات القادمة وزهراء عبدالعظيم تفضلي في حل السؤال نعم أول شيء هاي معادلة ما تنحل بالتحليل يعني ما نجر أبسط يعني أضربها في سالة بأي تربيع إذن أول الخدعة خلي نقول في هذا السؤال بعض الطلاب يصور كل ما يلقى آي بالوساط يعني لازم يضرب في سالة بأي تربيع إذن إحنا الملاحظة مالتنا تقول إذا كانت معادلة ثلاثية ومرتبة ترتيب تنازلي أكس تربيع أكس بتابت وكان الحد الأوسط يحوي على آي فأفكر أن أضرب الحد الثالث بالعدد واحد وعبر عنه سالب آي تربيع حسى أن تتحلل بالتجربة لكن إحنا في هذا السؤال حتى لو أضربنا في سالب آي تربيع لا يمكن تحليلها بالتجربة إذن ترتقي زهراء بأن هذه رح أنحلها بالدستور إذن قانون الدستور شنوى أكس تساوي سالب بي موجة سالب جذر بي تربيع ناقص أربعة أي سي على اثنين أي الأي هو من هو واحد اللي هو معامل أكس تربيع الأي هو واحد البي من هو سالب اثنين أي إذن هنا الفكرة بالسؤال ويوصلتني إجابات كانوا كاتبين البي هو سالب اثنين والبي هو سالب اثنين آي والسي بالتأكيد هو سالب أربعة إذن هنا من أريد أحل بالدستور الأي معامل الأكس تربيع البي هو معامل الأكس والسي هو الحد الثابت حسى هنا رح أجي أطبق قانون الدستور شرح يصير عندي إذن الأكس تساوي سالب في سالب رح يكون عندي موجب يعني معناها رح يكون عندي ثنين آي موجب أو سالب تحت الجذر أربعة آي تربيع مربع السالب موجب ومربع الثنين هو أربعة ومربع الآي رح يكون آي تربيع إذن دائما تكونوا على حذر يعني الأربعة من تنكتب أحيانا بالاستعجال تنكتب تشبه التسعة فالطالب أحيانا هو ينخدع بيها إذن هنا يكون تأني بالحال إذن أربعة آي تربيع بعد زاء السبتاش إذن ثالب في سالب موجب يعني معناها رح يصير عندي زاء السبتاش على اثنين في واحد اثنين يعني اثنين آي موجب سالب نعم هيكون سالب أربعة زاء السبتاش اللي هو اثنوع عشر إذن هذا سالب أربعة آآ زاء السبتاش اللي هو رح يطلع اثنعش على اثنين يعني معناها الـ X تساوي اذن اثنين آي موجب أو سالب جذر جذر اثنعش اثنعش على اثنين من هو الاثنعش آآ جذر اثنعش اكيد هو اثنين جذر اثناثة يعني معناها رح يصير عندي اثنين آي موجب أو سالب اثنين جذر اثنين الثنين رح تكون مرة جوه الأول ومرة جوه الثاني يعني معناها شنو موجب سالب جذر اثناثة زاءت آي أوكي يعني هسا هذه معناها آي موجب أو سالب جذر اثناثة بعض الأخطاء اللي وصلتني كاتبيها جذر 3 موجب أو سالب i إذن هذه الموجب أو سالب هذه مولازق على الشاشة هذه هنا تابعة إلى الجذر 3 من تتقدم الجذر 3 بالبداية رح تكون وياها إذن موجب أو سالب جذر 3 زائد i إذن معناها مجموعة الحل رح تكون عندي جذر 3 زائد i وسالب جذر 3 زائد i إذن شكراً إليج وشكراً لكل الإجابات الوصلتنا إذا أكو أي مداخلة على هذه الإجابة تفضلوا سؤالي أستاذ بس عندي سؤال نعم ليش مول الأربعة ليش ما يصير نحولها إلى موجب أربعة i تربيع نحولها وبعدي يعني يطلع نفس الحال إذا أدخلها يعني إذا سويتم موجب أربعة i تربيع بعدين تقدر تحل بالتجربة وما تقدر فوجود الأربعة i تربيع رح يكون صعب بالتعامل فيبقى سالب أربعة أفضل يعني هذا لو كان السؤال يقول لي x تربيع ناقص مثلاً 2i x زائد 3 لو كان زائد 3 يساوي صفر شلو رح أجي أتعامل هنا رح أضرب في سالب i تربيع رح يصير x تربيع ناقص 2i x ناقص 3i تربيع بهالحالة رح تخدمني لأنه رح أقول x ناقص 3i في x زائد i يساوي صفر وبعدين أقول أما أو لكن هنا بالوجود السالب أربعة حتى لو أردت أضرب في سالب i تربيع فهنا ما رح تخدمني وإذا أريد أطبق الدستور بوجود الأربعة i تربيع ماكو مشكلة أطبق الدستور لكن هنا العملية قد تكون شوية أصعب معش سلام أهلا وسلام بعد إذا أكو سؤال إذا أطبق الدستور بوجود الأربعة i تربيع حيطلع تحت در 16 زائد أربعة i يعني في هالحالة اللي هنا أتوقف ليش ليش إذا أطبق الدستور يعني معناها السي منه رح يصير عندي أربعة i تربيع السي رح يصير أربعة i تربيع فمن أجي أقول أربعة أي سي يعني شنو معناها شو رح يصير عندي يعني سالب أربعة سالب أربعة في واحد في أربعة i تربيع هم رح يصير عندي أيضا رح يصير سالب 16 16 وأني عندي هنا بالأصل هنا عفوا رح يصير عندي 16 لها رح يصير عندي سالب أربعة i c يعني سالب أربعة في واحد في أربعة i تربيع فرح يصير عندي 16 وهي السالب أربعة هم رح يصير عندي 12 إذا ماكو سؤال إذا نستعنف الجزء الآخر من الأسئلة المخصصة لكم اليوم وكتبوا لي إقزامبل جديد Solve each of the following equations for the complex number وخلينا أخذ المثال رقم واحد اللي هو زت تكعيب ناقص ثمانية تساوي صفر Z power two three minus eight أقوى الزيرو وقبل ما أحل هذا السؤال أريد أن أوه على أمر مهم جدا من أريد أحل X تربيع يساوي مثلا واحد وأقول X plus 4 يساوي واحد وأقول X plus 6 يساوي واحد خلي أوصل إلى X plus 100 يساوي واحد وبعدين أقول مثلا X تكعيب تساوي واحد X plus 5 تساوي واحد ويخلي أقول X plus 101 يساوي واحد ضمن الأعداد الحقيقية سأقول بجذر الطرفين لكن يا جذر منهم هنا بالجذر التربيعي للطرفين الجذر الرابع الجذر السادس الجذر المية للطرفين إذا كانت القوة زوجية فالجواب هو موجب أو سالب هذا الجذر وإذا كانت القوة فردية فالموجب يبقى موجب والسالب يبقى سالب إذن هنا الأكس رح تطلع موجب أو سالب واحد هنا أيضا الأكس رح تطلع موجب أو سالب واحد وذول أربعتهم رح تطلع الأكس موجب أو سالب واحد ذول ثلاثتهم رح تطلع الأكس يساوي واحد الجذر الخامس للطرفين الأكس يساوي واحد الجذر المية واحد للطرفين أيضا الأكس يساوي واحد هذا الحجي وين هذا بالأعداد الحقيقية لكن ضمن الأعداد المركبة تقول دائما عدد الجذور ومن أقول جذور أقصد بها مجموعة الحل عدد الجذور يساوي قوة الأكس يعني بالأول رح يطلع لي جذرين هنا يطلع لي أربع جذور هنا يطلع ستة هنا يطلع لي مئة جذر بعضها حقيقي والباقي كله مركب هنا يطلع لي ثلاث جذور هنا خمس جذور وهنا مئة وواحد جذر على هالأساس الطلاب اللي يفكرون يحولون ثمانية إلى الطرف الآخر ويأخذون الجذر التكعيبي للطرفين إذن هذه العملية تصح في الأعداد الحقيقية ولا تصح في الأعداد المركبة إذن أول شي رح نسوي رح أجي أحل الفرق بين مكعبين وإشلون أحل الفرق بين مكعبين محمد فراس نعم 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 جذر الزيت اللي هو جذر الزيت التكعيبي اللي هو الزيت ناقص جذر الثمانية اللي هو الثنيا إذن الجذر التكعيبي للأول نفس الإشارة جذر التكعيبي للثاني بعد أستاذ زيت أربع مربع الأول نعم أستاذ أثنين زيت الأول بالثاني أثنين زيت زائد زائد أربعة مربع الحد الثاني أربعة يساوي صفر مزيد إذن هسا رح يصير عندي أيضا يعني معناها رح يصير عندي أيضا زيت ناقص اثنيا تساوي صفر أكيد هذه زيت يساوي اثنيا ما يختلفون عليها اثنيا لكن أريدك تسولف لي على الزيت تربع زائد اثنيا زيت زائد أربعة يساوي صفر أريد تكتبوا لي هذه أمامكم وقبل ما نكمل أريد تكتبوا لي تأكيد تكتبوا لي تأكيد القوس الكبير الناتج من تحليل الفرق أو مجموع مكعبيا ليس له حل في أر ويحل في سي باستخدام باستخدام قانون الدستور أو اكمال المربع حصرا يعني معناها ما أفكر أحل بالتجربة القوس الكبير الناتج من فرق أو مجموع مكعبيا ما أفكر أحل بالتجربة نهائيا وسولفنا بالدرس الماضي عن طريقة إكمال المربع وقلنا طريقة الدستور أكثر منهجية تردون تحلون عليه إكمال المربع ماكو مشكلة لكن طريقة الدستور أكثر منهجية إذن محمد به الحال أقول لي أريد أطبق قانون الدستور وش رح يصير نعم سيد سيد يساوي 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 قبلها رح أكتب القانون هنا تريد تقول لي يساوي يساوي واحد وال يساوي 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 أربعة الفكرة الأساسية بأن من تستخدم قانون الدستور مثل ما تفضلت هسه ما يصير تقول لي أكس يساوي دائما تختار الحرف اللي موجود بالمعادلة إذن معناها زت يساوي القانون هو طالب بي موجب سالب تحت الجذر بي تربيع نعم سادة زاد أربعة أي ناقص أربعة أي ناقص أربعة أي ناقص أربعة زيان هسه هنا أريد أطبق قانون الدستور شرح يصير عندي هنا زت يساوي سادة يساوي سالب ثنيين نعم موجب سالب تحت تحت الجذر أربعة نعم ناقص ستاعش نعم على على أثنين أربعة ناقص ستاعش سالب اطنعش سالب اطنعش إذن معناها رح يصير عندي سالب اثنين موجب أو سالب جذر سالب اطنعش على اثنين من هو جذر سالب اطنعش سالب اطنعش جذر اطنعش أاي يعني يعني أستاذة اثنين جذر ثلاثة أاي إذن معناها اثنين جذر ثلاثة آي الآي على اثنين أكيد الثنين رح تصير مرة جوه الأول ومرة جوه الثاني يعني معناها الزت ايش رح تساوي استاذ الزت ساوي سالب واحد نعم موجب أو سالب جذر ثلاثة آي جذر ثلاثة آي إذن معناها هذا السؤال من الطيتة للقروبات الحضورية قلت لهم كتبوا على السؤال ثريجي يعني معناها يحتوي على ثلاثة أنواع من الجن النوع الأول بأن هنا الطلاب يحولون الثمانية ويأخذون الجذر التكعيب للطرفين النوع الثاني هواية طلاب كتبوا لي اكس يساوي في حين هي المفروض زت يساوي الجن الثالث موجود في مجموعة الحل إذن شنو رأيك مجموعة الحل هنا شو صير استاذ مجموعة الحل صير سالب واحد موجب جذر ثلاثة آي زين ساوي الثاني سالب واحد سالب جذر ثلاثة آي زين إذن هنا كتلك الجن الثالث محمد لأن عندي الآيذر انت نسيتها إذن معناها واحد وياها رح يكون اثنيا إذن هذا هو الجن الثالث ومن يجيني السؤال بالامتحان خلوها بباركم هذا ثلاثة أنواع من الجن إن شاء الله كلهم صاروا عرف وبعد ما يخوفون شكرا إليك إذا أكو أي مداخلة فضلوا أكس تكعيب ناقص ثمانية آي يساوي صفر كتبوا السؤال وإذا عدكم رأيي بالمشاركة نعم مصطفى وليد نعم أستاذ أستاذ حل السؤال أي أستاذ إكس تكعيب ناقص ثمانية آي ساوي صفر رح أصر إكس تكعيب زائد ثمانية آي أس ثلاثة جيد إذن هنا ما أقدر أحلل على وضعها هذا الآي لهم موجود كان حللت مباشرة مثل السؤال القبل لكن وجود الآي ما أقدر أحلل بقانون المكعبين فرقه مجموع إلا إذا كانت لاذتهم إليهم جدر تكعيبي فإذن هنا تقترح بأن هذا لازم أسوي آي تكعيب فلازم ينظروا في سالب آي تربيع إذن أول ما أستلم السؤال رح يصير عندي أكس تكعيب زائد ثمانية آي تكعيب يساوي صفر يساوي صفر بعد الحل للوراء أستاذ أكس زائد ثنين آي نعم وهو تربيع الجدر التكعيبي للأول إذن معناها أكس زائد ثنين آي وبعد والقوس الثاني أكس تربيع نعم ناقصاً أكس الإشارة ناقصاً اثنين آي أكس زائد أربعة آي تربيع زائد أربعة آي تربيع إذن هذا يساوي صفر إذن رح يكون عندي أما أكس آي ذا و أور زائد اثنين آي يساوي صفر يعني معناها صار عندي الأكس يساوي سالب اثنين آي وكأن هذه يفضل بين أحوطها بإطار أنا أمود ما أنسى إضافة مجموعة الحل زين أور أستاذ بالأور أكتب المعادلة نفسها هي أكس تربيع ناقصاً آي أكس ناقص أربعة آي ساوي صفر زين هذه بيش تذكرك المعادلة بالحل يناها بالسؤال إذن هنا سؤال الامتحان نفسه إذن هذه من نرجع إلى سؤال الامتحان يعني طلع جذر ثلاثة موجب أو سالب جذر ثلاثة زائد آي إذن رح أحل نفس أسلوب سؤال الامتحان ورح يطلع الأكس تساوي موجب أو سالب جذر ثلاثة زائد آي إذن معناها مجموعة الحل مجموعة الحل يعني رح أصبير سالب اثنين آي سالب اثنين آي وبعد بناقص جذر ثلاثة سالب جذر ثلاثة زائد آي نعم بجذر ثلاثة زائد آي وجذر ثلاثة زائد آي إذن هذه انتهي هنا من حد شكرا إليك هذا السؤال من دا أطيب الامتحان لمجموعة من الطلاب دا ألقى هنا عدد مخيف من الطلاب ربما أكثر من نص الطلاب الممتحنين من دا يكتب القوس الشبير دا يكتبه أكس تربيع ناقص اثنين آي زائد آي آي تربيع هذا القوس الشبير وبالتالي من يريد يأخذ البيدة يأخذها فقط سالب اثنين إذن هذا الآي إذا كان موجود على يمين الأكس ربما لا يرى بالعين المجردة فدائما لتكتبون أكس آي عملية الضرب إبدالية فلو هي جائزة لتكتبوها أكس آي كتبوها آي أكس على مود هنا تكون العملية واضحة وترى بالعين المجردة هذا ما يخص السؤال الثاني السؤال الثالث سيكون أوسع بكثير من ذني السؤاليين كتبوها زت تربية ناقص ثلاثة زت زائد واحد زائد ثلاثة آي يساوي صفر إذن هذا النوع من الأسئلة يحل بطريقتهم يحل بالطريقة الرياضياتية الاعتيادية ويحل بالطريقة الشعورية اللي رح نسالفه في نهاية الحل اتفقنا من أريد أحل بالدستور الأي هو معامل التربيع البي هو معامل البدون تربيع السي هو الحد الثابت اللي ما بي متغير إذن معناها الأي هو واحد البي هو السالب ثلاثة والسي هو واحد زائد ثلاثة آي لذلك أريد تكتبولي قانون الدستور إذن قانون الدستور ذات يساوي خط الكسر سالب بي موجب أو سالب تحت الجذر بي تربيع ناقص أربعة آي سي على تهؤي وإذا ألقى حدد من الطلاب قانون الدستور يتعاجز يكتبه وبالتالي من دا يعوض مرة يدي يجعل التربيع هنا وهنا دا يخليها بدون تربيع مرة دا يقولي بي تربيع زائد أربعة آي سي مرة دا ينسى الجذر مرة الموجب أو سالب دا يكتبه هنا وهنا دا يكتب لي بس سالب فالقانون مهم جدا كل ما تحل سؤال باستخدام الجنرال لو فضروري جدا تكتب القانون حتى ما يصن عندي مشكلة وحتى يبقى بالي بعد ما أنسى إذن الأي هو واحد البي يساوي سالب ثلاثة السي هو واحد زائد ثلاثة آي إذن شلون رح أجي أطبق قانون الدستور في هذا السؤال نعم نور قيس نعم استاذ زيت يساوي نعم موجب ثلاثة إذن هذا زيت يساوي هذا خط التسر ورح يصير عندي ثلاثة نعم موجب أو سالب تحت الجذر تسعة السالب ثلاثة تربيع هذا تسعة ناقص أربعة في أي هو واحد في سي اللي هو واحد زائد ثلاثة آي إذن هذا الواحد زائد ثلاثة آي ما طول حديا لازم أخليها داخل قوس الكل على اثنين في واحد اللي هو اثنين شو تقولين هنا شون أكمل التبسيط رح نوزع الأربعة على القوس واحد زائد ثلاثة آي هل أوزع الأربعة أو السالب أربعة؟ الوزع السالب أربعة أحسن السالب أربعة أفضل السالب أربعة رح تنضرب مرة بالأول مرة بالثاني على موت بعد ألغيها الأقواص من الأخطاء الكبيرة والكبيرة جداً والتي لا تختفر بالامتحان الوزاري بحيث بعض الطلاب يقول تسعة ناقص أربعة خمسة وبالتالي الخمسة تنضرب مرة بالأول مرة بالثاني وهذا خطأ كل الشبير لأن ترتيب العمليات الضرب عادة يكون قبل عملية الجمع وطرح إذن معناها رح يصير عندي ويساوي هذا خط الكسر ثلاثة موجب أو سالب تحت الجدر شو رح يصير عندي خمسة ناقص اتناعش آي إذن يعني صار عندي تسعة ناقص أربعة ناقص اتناعش آي على اثنياً يعني معناها رح يكون عندي الزت يساوي خط الكسر بعده ثلاثة موجب أو سالب هنا صفة عندي داخل الجدر خمسة ناقص اتناعش آي الكل على اثنياً هس وصلنا إلى الفكرة المهمة والمهمة جداً جداً إذا طبقت قانون الدستور خلي نزغر هادي شوية على موجب يصل إذن مجال نكتب إذا طبقت قانون الدستور وطلع لي داخل الجدر مثلاً ستة عشر مباشرةً هذا أكتب أربعة إذا طلع داخل الجدر مثلاً سالب اثنعش مباشرةً أكتب ثنياً جذر ثلاثة آي لكن القاعدة تقول إذا طلع داخل الجدر بي آي لازم أخذ هذا الجدر وحده أحل حل كامل كأنه ده يقول لي جدد جذران تربيعيين للعدد المركب إذن رح يرجع لي نفس المحاضرة السابقة كأنه ده يقول لي find the square roots of complex number إذن إش رح أسوي أرجع إلى نفس خطوات الحل القديمة اللي هي شنو نور رح نقول let's suppose the square root of 5 إذن هنا الكليشة الثابتة suppose the square root of 5 minus 12 i إذن شنو إذن هنا القوس كله تربيع يساوي 5 minus 12 إذن يعني رح أجي أمشي بكل الخطوات اللي سولفنا عليها الدرس الماضي رح يطلع عندي جذرين ما يطلع عندي جذر واحد رح يطلع جذرين آخذ واحد منهم فقط بس واحد منهم أي واحد يعجبني أجي أكتب مكان جذر 5 minus 12 لكن مرة رح أخذها مرة وهي الموجب ومرأة أخذها وهي السالب نعم كملي آه رح يصير عندنا X تربيع نعم ناقص Y تربيع زائد 2XYI إذن اختصرت خطوة X تربيع ناقص Y تربيع زائد 2XYI XYI تساوي 5 ناقص 11 إذن إذن هنا الريال والريال نعم يعني X تربيع ناقص Y تربيع يساوي 5 إذن هذه معادلة رقم 1 و2XY يساوي سالب 12 2XY تساوي سالب 12 يعني معناها Y يشكت يعني Y يساوي سالب 6 على X إذن سالب 6 على X إذن هذه معادلة رقم 2 ورح عوض في 1 عدد كبير من الطلاب الذي يحلون هذا السؤال يقول 2XY تساوي 12 يعني السالب لا يشوفوها جيد هسا هنا أكيد رح عوض 2 في 1 رح أطيقكم مجال فالدقيقتين اتكملوا لي هذا الحل أوضو لي 2 في 1 تصير معادلة من الدرجة الرابعة أحل بالتجربة أستخرج ال-X أستخرج ال-Y أكتب الجذران التربيعي أكتب هنا Square Roots of Complex Number R ورح أخذ واحد من الجذران عوض من روية الموجب المروية السالب إذن دقيقتي نعم هاني شنو رأيك بالتكملة نعم أستاذ أستاذ الدالما ال-Y يساوي سالب 6 على X نعوض بالمعادلة الأولى نعم تصير X تربيع زائد سالب 6 على X لكل تربيع وتكون قيمة 36 تربيع تساوي 5 نعم ويساوي 5 X تربيع شنو 5 X تربيع ماذا فهمك عفوا 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 يساوي 5 ونضرب ها في X تربيع إذن معناها رح نجي نضرب كل المعادلة إذن هذه رح تنضرب في X تربيع ويقلنا هنا يفضل بأن أكتب هنا X تربيع لا تساوي 0 إذن شنو المعادلة الناتجة X 4 نعم زائد عفوا ناقص 36 نعم يساوي 5 X تربيع 5 X زين أريد 0 المعادلة أستاذ نقل 5 X تربيع للطرف الآخر صر X 4 نعم ناقص 5 X تربيع ناقص 36 ناقص 36 أكيد يساوي 0 يساوي 0 نعم 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 قوسيا شرط الأولى سالب والثاني موجب بخوش X تربيع بX تربيع ماكو مشكلة وتسعة في أربعة تسعة بأربعة إذن هذا يساوي صفر إزيان هسا أريد أسئلك هذا X تربيع زائد أربعة هل يتم مال لو ما يهمل أستاذ نهمل إذن هذا يهمل إذن بالتأكيد هذا يهمل ويطلاب راح يجون يسئلون إسا أنا هنا من راح أقول علي نجلكت ويطلاب يسئلون يقولون إسا أنت تقول لنا solve the equation in C زين ليش هملت الز هو العدد المركب الز X هو عدد حقيقي لأن أنا من فرض كعدد مركب X زائد Y I فالسؤال من حليتك جذر تربيعي هذا لحد الآن جذر تربيعي X وال Y كل وحدة دي وحدة عدد حقيقي لذلك خلال الحل إذا صادفني مجموع مربعين يقول عليهم لكن المتغير الأصل الز إذا صادفني ز تربيع زائد واحد لا 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 يهمل C يعني قيم المتغير في أصل المعادلة هي تنتمي إلى الأعداد المركبة اللي في هذا السؤال اللي هو ز إذن معناها شون أكمن أستاذ X تربيع يساوي 9 إذن X تربيع ناقص 9 تساوي 0 يعني معناها رح يصير عندي X تربيع تساوي 9 نعم و X يساوي موجب سالة 3 إذن معناها X تساوي موجب أو سالة 3 إذن رتأخذ الثلاثة واحدها إذا كانت X تساوي 3 وإذا كانت X تساوي سالة 3 أكيد كلاهما رح تعوض بالمعادلة رقم 2 إذن هنا رح أقول أنتو وهنا أيضا نفس العملية رح أقول أنتو إذن شو رح يصير التعوير أستاذ الأولى صير سالة 2 نعم والثانية صير 2 إذن أريد أكمل ناتج الجذر التربيعي بهالحال شو رح أقول الكليشة الثابتة رح أقول هنا إذن سوكوير هذا سوكوير روت أو خمسة ناقص 12 آي آر شو رح أصير هنا مجموعة للحل آه أستاذ ثلاثة ناقص اثنين آي وسالب ثلاثة زاد اثنين آي إذن هذا الحل ما لمن هذا ناتج الجذرين التربيعيين المن للخمسة ناقص 12 آي يعني مو للسؤال شكرا إليك هس هنا رح أجي أرجع لأصل السؤال أنا تركت السؤال هنا ولأن ظهر لي داخل الجذر أكو آي احسبت الجذر الخمسة ناقص 12 آي ورما كملت هس رح أجي أقول آي ذر أو مرة رح أقول زت يساوي ثلاثة زائت ورح أختار أحد الجذرين لو أختار هذا لو أختار هذا لو أقول ثلاثة مرة أقول ثلاثة زائد ومرة أقول ثلاثة ناقص إذن معناها آي دار زت يساوي إذن هذه الحالة الأولى رح رح يصير عندي ثلاثة زائت ثلاثة ناقص اثنين آي على اثنين هذه الحالة الأولى الحالة الثانية or زت يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص اثنين آي على اثنين إذن القاعدة اللي تخلوها ببالكم أبد ما تنسوها ما أاخد الجذرين سوى أاخد واحد منعدهم فقط أعوض ما الروية الموجب ما الروية السالب إذن بالحالة الأولى رح يصير عندي ثلاثة زائت ثلاثة ستة يعني ستة ناقص اثنين آي على اثنين والجواب هو ثلاثة ناقص آي بالحالة الثانية أنا مخيّر أريد السالب تدخل على القوس وألغي الأقواس نهائيا بعدين أجمع الحدود المشابهة أريد أقلب الطرح إلى جمع بكيفي يعني إذا أردت السالب تدخل على القوس صير ثلاثة ناقص ثلاثة زائد اثنين آي على اثنين يعني معناها رح يكون اثنين آي على اثنين اللي هو آي إذن مجموعة الحل الرئيسية بالسؤال رح تكون ثلاثة ناقص آي فارز آي إذن السؤال مطول نوعا ما لأن السؤال مكون من ثلاثة مراحل بالحل المرحلة الأولى طبقت قانون الدستور وطلع عندي آي داخل الجذر المرحلة الثانية حسبت الجذران التربيعية اللي ظهر لي خلال قانون الدستور المرحلة الثالثة رجعت لل نهاية الخطوة الأولى عوضت مكان الجذر بما يساوي لأحد الجذرين فقط لكن مرة ويا الموجب ومرة أخرى ويا السالب إذا عدكم أي مداخلة على السؤال تفضلوا سؤال استاذ وراء ما طلعنا الجذران أوشي مع التربيعي سكوير روت أوف نعم استاذ هي طلعت معادلتين يعني كيف يختار أي وحدة وأكتب أي وحدة من السؤال يعني هسا إنت لو مختار الثانية كان طلع لك الجذر الأول هو آي والجذر الثاني هو ثلاثة ناقص آي فما ماكو مشكلة من أجي يكتب هم داخل قوس المجموعة فيا هو أول يا هو ثاني ماكو مشكلة فيفضل أن تختار الجذر الأول معش استاذ بعد ذلك سؤال زين رح أرجع لنفس السؤال أحل بطريق آخر ذات تربية ناقص ناقص ثلاثة زائد زائد واحد زائد ثلاثة آي يسح أو يسح يجي طالب يقول هذا ما أريد أحلى بالدستور أريد أحلى بطريقة خاصة رح نسميها الطريقة الشعورية اللي ترهم على بعض الأسئلة وليس كل الأسئلة شنو هاي طريقة الشعورية أخلي تبديل بالمواقع بين الواحد والسالب ثلاثة آي وهذا الواحد بطريقي أعتبر سالب آي تربية يعني رح يصير عندي زت تربية ناقص آي تربية مكان الواحد ناقص ثلاثة زت زائد ثلاثة آي يساوي صفر الحد الأول والثاني أحل لفرق بين مربعين والحد الثالث أستخرج عام المسترك الحد الثالث والرابع من ريد أحل فرق بين مربعين رح يصير عندي زت ناقص آي هذا القوس الأول والقوس الثاني هو زت زائد آي هذا أول حد حللت فرق بين مربعين الحد الثالث والرابع رح أستخرج عامل مشترك اللي هو سالب ثلاثة اش رح يبقى عندي هنا من رح أقسم سالب ثلاثة زت تقسيم سالب ثلاثة رح يبقى زت ومن أقسم موجة بثلاثة آي تقسيم سالب ثلاثة رح يبقى سالب آي إذن معناها رح يكون زت ناقص آي إذن هذا كله رح يساوي صفر من رح أسوي هذه العملية آي كأنه ده أشوف أمامي حدي هذا كله سأعتبره كأنه حد أول وهذا كله حد ثاني الشوكت تشتغل الطريقة الشعورية إذا لقيت قوس مشترك بين الجانب بين اللي هو زت ناقص آي شو رح أسوي هسا رح أجي أستخرج زت ناقص آي عامل مشترك زت ناقص آي استخرجت عامل مشترك هسا رح أجي أقسم الأخضر والأسود تقسيم الزت ناقص آي رح يبقى عندي زت زائد آي مزيد الأحمر والأخضر تقسيم الزت ناقص آي رح يبقى بس الأحمر اللي هو السالب ثلاثة يساوي صفر إذا صار عندي حاصل ضرب قوسين يساوي صفر فأكيد هنا آي ذر أور إذن رح يكون عندي آيدر زت ناقص آي يساوي صفر يعني معناها زت يساوي آي أور زت زائد آي ناقص ثلاثة يساوي صفر يعني معناها زت يساوي ثلاثة ناقص آي من أريد أكتب مجموعة الحل رح أجي أكتبها ثلاثة ناقص آي إذن مجموعة الحل النهائية هي تشبه مجموعة الحل لنفس السؤال من حلنا بالطريقة الأولى إذن هذه الطريقة الثانية سميناها الطريقة الشعورية إذا عدكم أي سؤال على هذه الطريقة فضلوا سعيد أستاذ نعم أستاذ أستاذ هاي متعتبرنا بسها طريقة التجزئة هاي سموها تجزئة نعم يعني هو نستخدمها في حالة إذا كان في أربع حدود أو إذا كان في ثلاث حدود وحادي ممكن نجزئة ممكن يعني طريقة التجزئة تستخدم لأربع حدود من تكون هي بالوجه أحيانا حتى خمس حدود وممكن ثلاثة حدود والثلاثة يسويهم أربعة لكن طريقة التجزئة هذه الشوكت تكون فعالة يعني مترهم على كل الأسئلة هذا السؤال يعني مكان الواحد لو كان 200 مترهم بعد إذا لا يحل إلا بالدستور لكن خدمني شنوها من جه تستخدم طريقة التلزئة ظهر عندي قوس متشابه فسحبت عامل مشتركة بعد ذلك سؤال جيد شنعرف رقم مناسب لها العملية ما تجزئ لها جيد رح نسوي فالتدريب رح ناخد سؤال وأسوي عليه تدريب إذا رد تأطيكم مثلا زت تربية زائد اثنين زت ورح أكتب هنا مرتين زائد وهنا ست آي يساوي صفر أقول شنو العدد المناسب اللي أكتب هنا بحيث السؤال وحل بتجزئ شلون طريقة التفكير بأن رح أجي من الثاني والرابع أسحب عام المشترك اللي هو من هو اثنيا رح يبقى عندي زت زائد ثلاثة اي هذا يساوي صفر الزت تربيع هذه تبقى بالانتظار رح أقول شنو العدد اللي من أكتب هنا وأضرب في سالب اي تربيع وأحل الفرق بين المربعين يطلع لي زت زائد ثلاثة اي واضح جدا بأن العدد هو تسعة إذن العدد المثالي رح يكون هنا تسعة على مود رح يصير هنا ناقص تسعة تربيع وهذه زائد رح تنزل عفوا إذن هنا تسعة اي تربيع وهذه زائد رح تنزل شنو الغاية من هذه العملية حتى يصير عندي زت ناقص ثلاثة ثلاثة اي زت زائد ثلاثة اي زائد اثنين افتح قوس زت زائد ثلاثة اي يساوي صفر صار عندي هنا واضح جدا اكو عامل مشترك رح اجي استخرج زت زائد ثلاثة اي عامل مشترك شرح يبقى عندي هنا زت ناقص ثلاثة اي بالنسبة للجزء الاول زائد اثنين بالنسبة للجزء الثاني يساوي صفر اذن رح يكون عندي اي ذر او اذن اي ذر زت زائد ثلاثة اي يساوي صفر يعني معناها رح يكون زت يساوي سالب ثلاثة اي ار زت ناقص ثلاثة اي زائد اثنين يساوي صفر يعني معناها الزت يساوي سالب اثنين زائد ثلاثة اي خلي ااخد تدريب اخر اخر اذا اجاني سؤال يقول زت تربيع زائد ثلاثة زت زائد فراغ مثلا خلي نسوي اخر واحد ناقص تسعة اي يساوي صفر واذا مرد تقول تسعة خلي اقول اثناش اثناش اي يساوي صفر اذا طريقة التفكير شو تقول بان اسحب ثلاثة عامل مشترك رح يبقى عندي زت ناقص اربعة اي هذا يساوي صفر والثلاثة هي اشارة موجبة وممكن يكون سالب اسحب عامل مشترك حسب الحاجة مرة اسحب موجب مرة اسحب سالب اشوف ياه اللي يطلع لي قوس مشترك اذا حسب ما افتهم من عندي شنو العدد المثال اللي اكتب هنا بالفراغ على مودي هنا ينحل السؤال بالتدسع بعد الباقين شنو رأيكم يلا عبد الله احمد ستعاش اكيد هنا رح يكون ستعاش العدد المثالي رح يكون عندي ستعاش على مودي هذا شرح يصير عندي زائد ستعاش رح يصير عندي ناقص ستعاش اي تربية ستعاش اي تربية هسه من اريد احلل رح يكون عندي زت ناقص اربعة اي زت زائد اربعة اي زائد ثلاثة اي يساوي صفر ورح اجي استخر زت ناقص اربعة اي عامل مشترك اكيد رح يبقى زت زائد اربعة اي زائد ثلاثة يساوي صفر ورح يكون عندي اي 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 زت يساوي اربعة اي or زت يساوي سالب ثلاثة ناقص اربعة اي وبعد اكتب هنا مجموعة الحل طبعا المعادلة مو بالضرورة تجيني بدلالة زت يعني ممكن تجيني بدلالة اكس ممكن تجيني بدلالة واي اذا كيف واضع السؤال لكن الاسئلة هذه من جتني بدلالة زت على مود من استخدم قانون الفرضية اكتب اكز زائد واي اي براحتي وإلا اذا المعادلة هنا تكون بدلالة اكس بعد من اجعل الفرضية ممنوع اسميها اكز زائد واي اي لازم اسميها اي زائد بي اي اللي اريد منكم المثال الثاني اذا هذا المثال وهذا المثال تحاولون تحلوه بالدستور المفروض الجواب يطلع نفس الجواب اللي حليناه بالطريقة السريعة مثل ما قلنا مو كل الاسئلة تحل شعوريا لو كان لو كان بالمثال الاول مكان التسعة واحد بعد ما يشتغل الا دستور بالمثال الثاني لو كان مثلا تسعة ما يشتغل الا دستور اذا الطريقة الشعورية تعمل في بعض الاسئلة ولا تعمل في البعض الاخر اذا ادكم اي مداخلة فضل الموضوع اللاحق اللي رح نبدي بها بداية صغيرة اسمه ايجاد المعادلة التربعية اذا علم جذرها finding a quadratic equation if its roots are known الجذرين اقصد بها مجموعة الحل مرة اطيكم معادلة اقولكم شنو الحل واذا ما اقولكم شنو الحل شنو المرادف لهذه الكلمة اقولكم جذري المعادلة يعني الجذري ما يقصد بها هذه الجذور من يقول جذري المعادلة يعني مجموعة الحل هذه المعادلة اذا مرة يطين معادلة ويريد الحل مالتها مرة اخرى يطين الحل ويقول شنو شنو كانت المعادلة اللي هو موضوعنا اللي رح نبدي به السبداية صغيرة القانون ببساطة يقول لي لازم اسو تلس الشغلات هذه الجذرين اذا نعطيها بالسؤال كل واحد اطي اسم مثلا هذا اريد اسم مي اتش ومثلا هذا اريد اسم مي كي مرة اجمعهم ومرة اضربهم من اريد اجمعهم رح اقول اتش زائد كي تساوي اربعة اي زائد سالب ثلاثة ناقص اربعة اي ويساوي سالب ثلاثة من اريد اضربهم اتش في كي رح اصير اربعة اي في سالب ثلاثة ناقص اربعة اي ورح نوزع رح يصير سالب اطنعش اي ناقص ستعش اي تربيع اللي هو ستعش ناقص اطنعش اي المعادلة شنو قانونها اللي رح نكتبه بعد شوية ولازم تحفظه هو اكس تربيع ناقص مجموع الجدرين في اكس زائد حاصل ضرب الجدرين يساوي يساوي صفر اذا رح عوض تعويض مباشر اكس تربيع ناقص مجموع الجدرين سالب ثلاثة اذا رح زائد ثلاثة مضروبة في اكس زائد حاصل ضرب الجدرين طلع عندي ستعش ناقص اطنعش اي يساوي صفر مثل ما تشوفون طلعت عندي نفس المعادلة الاصلية نفس المعادلة الاصلية الهال سبب اريد تكتبولي موضوع جديد هذا الموضوع الامامكم مع التعريف ماته اذا موضوعنا finding a quadratic equation if its roots are noun if its hk roots of quadratic equation the equation is x square minus h plus k x plus h k equal zero رح ناخد مثاليا هسا المثال الاول اطيكم الجدرين والجدرين بالصيغة الجبرية واريد منكم معادلة مرة اجمعهم مرة اضربهم اكتب القانون والتعوي المرة الثانية احطيكم الجدرين مو بالصيغة الجبرية لازم احولهم الى الصيغة الجبرية وبعدين اجي اجمعهم واضربهم واكتب المعادلة اذا هنا اتكتبون صيغة السؤال هذه find the quadratic equation whose roots are اولا اتلاثة ناقص اثنين اي واحد زائد خمسة اي اتلاثة اذا شو تقولون وشلون ابدي في حل هذا السؤال بعد الباقين كل واحد رحطي اسم مرة اجمعهم ومرة اضربهم ومرة اكتب القانون وعوض تعويض مباشر بعد الباقين يعني ما يصبح نفسكم رافعين ايديكم والباقين فقط مستمعين لذلك رح استخدم الطريقة الدكتاتورية نعم شمس سرمن نعم استمع نعم اول شي نجمع اجزاء اذن كل واحد رحطي اسم رح اخلي اسم هنا جوا بالكتاب طبعا مسميها ام و ال اني يعجبني اسميها اتشو كي بعد كيف الواحد تختارون اي حرفين تعجبكم اذا معناها الاجزاء كي شنو نجمع حقيقي الحقيقي ثلاثة زائد واحد اربعة اذا خلي اخلي واحد بصف الله ثلاثة ناقص اثنين اي زائد واحد زائد خمسة اي نعم الجواب اربعة زائد ثلاثة اي اربعة زائد ثلاثة اي اذا هذا اتش زائد كينتي هنا منا زيان اتش في كي ايضا رح اخليهم واحد بصف الله ثلاثة ناقص اثنين اي في واحد زائد خمسة اي نعم اش رح يصر عندي ثلاثة ناقص اين اي ناقص اش اي تربيح ازيان اذا هذا رح يصير ناقص عش اي تربيح ويساوي شنو اه تلات عشر اي زائد اي اي ازيان اكتب القانون شنو القانون اي اكس تربيح ناقص ناقص بقوس اتش زائد كي اتش زائد كي في اكس اكس زائد. زائد اتش في كي. يساوي صفر. يساوي صفر. اذا معناها المعادلة شنو? النهائية. الاكس تربيع تنزل. ناقص نعم. اه ناقص بين قوسين اربعة زائد ثلاثة اي. اربعة زائد ثلاثة اي. والاكس برة. زائد. زائد تلتعاش زائد تلتعاش اي. تلتعاش زائد تلتعاش اي. يساوي صفر. يساوي صفر. ازيان شكرا. اندخل. خلاص. اندخل. انا تأخذون درجة كاملة. بعض الطلاب يضيف بعض خطوة العشر درجات الصير ثمانية. اذا ردت الاكس تدخل على القوس. لازم السالب ايضا يدخل على القوس. في ابقية هي شي افضل. بدون تفسير. ازيان. رقم اثنيا. موجب او سالب. اثنيا ناقص اثنيا اي. اريد اطيكم مجال. دقيقة وحدة تفكرون بالحل. ازيان. اذا شو تقولون? من هو الجذر الاول? ومن هو الجذر التاني? يلا احمد. احمد سامة. انا مستطر. اه. انا مكتبهن الاتش والكي. زيان. انا افرض واحدة ان هن اتش. زيان. انا انا ما رح ابرضها اتش وكي. حتى لا تصورون دائما اتش وكي. رح اسميها ام و ايل. زيان. من هو الام ومن هو الال? الام اثنين اه ناقص اثنين اي. نعم. والال? والال. اه سالب اثنين زائد اثنين اي. زائد اثنين اي. زيان. المجموع مالتهم مش رح يصير عندي? اه مجموع مالتهم اثنين ناقص اثنين اي. نعم. اه زائد اه زائد اه ناقص اثنين زائد اثنين اي. يساوي صفر. اذا معناه هذا رح يساوي صفر. زيان. حاصل ضربهم الان في ال. حاصل اه ضرب اه سالب اربعة زائد اربعة اي. خلي اكتبهم واحد وصف الله. اذا معناها سالب اربعة زائد اربعة اي. بعد. اه زائد اربعة اي. نعم. ناقص اربعة اي تربية. ناقص اربعة اي. اذا الجواب رح يصبح عندي ثمانة اي. زائد ثمانة اي. ازيان اذا المعادلة شنو قانونها? معادلة قانونها. الاكس تربية. ناقص. اه ناقص اه اتش اه ام ا ام زائد ال. ازيان. اه. هذا اكس. اه. زائد. زائد ال. اه. 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 اي الله يساوي صفر. اذا معناها التعويض المباشر رح يصبح اكس تربية بعد شنو ياها? اه. المجموح هو صفر. اينا. فالصفر في اكس وصفر. راح الصفر والاكس والسالب. اذا رح يبقى عندي فقط زائد ثمانية اي. يساوي صفر. يساوي صفر. خلاص. اذا هاي المعادلة التربية. طبعا هنا يفضل كورة ما اكمل حل كل سؤال. اذا رح اجي اكتب هذا شنو معناه? اذا هنا رح اكتب كوادرتك. اكويشن. اجه. السؤال الثالث اذا ما عدكم اي مداخلة. رقم ثلاثة. اثنين. زائد ثلاثة اي على اي. فارزة. واحد ناقص اثنين اي تربية. اذا اريد منضحة. تاخد لي الاول تطي اسم. مثلا رح اسميه اتش. اثنين زائد ثلاثة اي على اي وابسطة. وبعديا الثاني رح اسميه كي. اللي هو واحد ناقص اثنين اي تربيع وابسطة. ورما اكمل التبسيط. هس رح اجي ااخد مجموعهم وضربهم ومعادلة. ضحاء اذا جاهزة للاجابة. نعم ضحاء. استاذ اول واحد نحول الى صيغة جبرية. نعم. نضربه في المرافقة. اللي هو. اه سالب اي. على سالب اي. زيان. اي. اي. اش قد رح يصبح عندين مقام. اه اه اصير اثنين. اي اش اثنين. اي اش اثنين. اه لا 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 مو اثنين. اه سالب اي اه تربيع واحد اي. اذا واحد. المقام هو واحد اي. اي. زيان. يالله السالب اي وزعيها. اه اصير اثنين اي. اه اثنين سالب اثنين اي. نعم. اه ناقص اي تربيع. نعم. بس صير يعني هيك صير. بعدين اي تربيع صير اي. اثنين اي. اثنين اي. اثنين اي. جيد. زيان. الكي. اه نفتحها حدانية. نعم. حد الاول تربيع واحد. نعم. الاشارة ناقص. نعم. الاثنين expressed in the first. اوالثثاني. ناقص اي. الانها اي. اونى حد الأخير تربيع الصير اي. نعم. إلى الاخير في الصير اي ناقص اثنين اي تربيع. زيان اي تربيع clip of min أربع اي تربيع. شنو الناتج جمالتها? اه واحد ناقص اربع اي ناقص اوالث ثلاثة ناقص اوالثثا ناقص اوالثثثين اوالث �الب عاية. صار عندي ال-H وال-K معلومة إذن معناها هسه رح يبدي حل السؤال يعني معناها ال-H H زائد K زائد ال-K 3-2I زائد 3-4I 3-3 0 و-2 تطلع ناقص 6 إذن هذا رح يصير سالب 6I إذن معناه هذا المجموع زيان حاصل الضرب ال-H-V-K صار 3 في سالب 3 وش نكتبها 3-2I ناقص 3-4I نعم ويساوي 3 في سالب 9 نعم سالب 12I نعم زائد 6I نعم زائد موجب 8I تربيع زائد 8I تربيع من هو أصير ناقص 8 وهي السالب 9 ناقص 8 بسالب 9 أصير سالب 19 نعم سالب 19 ناقص ناقص 12 ناقص 6I ناقص 6I إذن معناه المعادلة ماذا رح أصير هي X تربيع ناقص نكتب الصيغة العامة موالتها H زائد K X نعم زائد H مضروف K يساوي 0 H K يساوي 0 إذن على وضعهم ما أبسط لكن إذا كان المجموعة حد واحد فلا بأس أن أضرب إشارة بإشارة إذن إش رح يصير عندي الس أستاذ هو كان سالب 6 نعم سالب 6I نعم سالب 6I إذن موجب 6I X اللي ما أنساها زائد زائد ناقص 12 إذن هذا سالب 17 ناقص 6I يساوي 0 وإذن إذن يتلغي القوس يعني الموجب ينضرب بالقوس رح يصير عندي ناقص 17 ناقص 6I يساوي صفر نعم تعتبر إجابة صحيح إذن يساوي صفر إذن شكرا إذن هذا هو المادة المخصصة لكم لهذا اليوم الموضوع بعد بي تتم إن شاء الله رح نأخذها الأسبوع القادم باشر لا تنسون عندنا امتحان إن شاء الله والتبليغ بالقروب عن وقت الامتحان تم إعطائكم التبليغ ووقت استلام الإجابات إن شاء الله المادة هذه مادة الامتحان إلى آخر الشيء أخذنا اليوم من بداية الفصل الأول إلى يساوي صفر ما اليوم الواجبات ضروري جدا بأن تحلوها لأن ممكن يجيكم من عندها سؤال بعض أسئلة الامتحان ورح نجي نشوف بالملزمة إذن هذه مقصصة للأيام الجاية إن شاء الله وبعض الأوراق هذه ما أخذيها وأول الواجبات رح يكون صفحة ستين اللي هو سؤال الالفين وعشرين وعند كوادرتك اكويشن نعطنيها واحد سؤال اثنيا واحد ناقص سؤال مباشر جدا مجموعهم ضربهم كتابة القانون والتعوير هذا أول الواجبات صفحة اثنين وستين السؤال الأول أعتقد الفرح أي أخذنا إحنا الفرح بي من السؤال الأول إذن هذا أحل بالدستور ورح يطلع لداخل الجذر يعني لازم أحل السؤال حل كامل جذر تربيعي والأحد الجوابين أعوض الموجب مرة وهي السالب هذا الواجب الثاني صفحة ثلاثة وستين الفرح دي حسب الطريقة الرئيسية طريقة الدستور وطريقة الشعورية لكن الفرح بي كاتب لكم على الطريقة الشعورية للاطلاع فقط العملية مالتها صعبة وما تشتغل الطريقة اللي سولفنا عليها لذلك للاطلاع فقط وأيضا يضاف في الواجبات صفحة أربعة وستين السؤال الثاني الأي والبي إذن دا يريد من عندي معادلة تربيعية ما يقص الفرح أي مباشر والفرح بي يعني لازم أبسط كل واحد من عندهم وبعديا مجموعة الجذرين وضرب الجذرين وكتابة المعادلة هذا كل ما موجود في محاضرتنا لهذا اليوم شدوا حيكم بالامتحان نتمنى لكم كل التوفيق وتألق والنجاح إن شاء الله سبحانه على خير